عاش العراق أرضاً وشعباً وسيادة وطنية بشعارات الوطن والتغني بسيادته وقع مرشح الأحزاب الحاكمة مصطفى الكاظمي على برنامجه الحكومي في ظل أزمة اقتصادية هي الأسوأ وأزمة صحية بتفشي فيروس كورونا والمفارقة أن الكاظمي من نفس المنظومة السياسية التي جعلت سيادة العراق في مهب الريح برأي الكثيرين لسيما وأنه كان يترأس جهاز المخابرات لسنوات قبل تركه المنصب وتكليفه بتشكيل حكومة تحفظ للأحزاب ما تبقى من ماء وجه العملية السياسية منها أجنب بضع صفحات نشر على وسائل الإعلام وبدأ أنه أشبه بذلك الخطاب الذي ردده أسلافه عند توليهم منصب رئاسة الوزراء متظاهر ثورة تشريين اللاعب الأبرز في المعادلة السياسية لم يكون على رأس أولويات الكاظمي فلا وعود واضحة بكشف قتلة المتظاهرين السلميين وقامعيهم وتقديمهم إلى المحاكمة واكتفى بالتلويح لفتح حوار مع المتظاهرين بشأن ما سماها أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات والأمر نفسه بالنسبة للنازحين الذين وعد بالنظر في أزمتهم ويبدو أن قادة الكتل السياسية ماضون في اعتماد مبدأ المحاصص الطائفية للحيلولة دون فقدان المناصب والمغانم والصفقات الاقتصادية المؤجلة محاصصة دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحزاب إلى وضعها جانبا خلال تشكيل الحكومة وبعبارة مشابهة دعا مساعد بومبيو لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينجر إلى أن يكون العراق سيد نفسه وليس دولة تابعة لإيران وكأن واشنطن لم تكن هي العراب والراعي الأكبر لعملية سياسية رسخت نظام المحاصصة بين العراقيين وفتحت الباب على مصراعيه لإيران لتحكم في القرار السياسي عبر وكلائها في البلاد